امام الحرم المكي بقى واللي حساب معتقل الرأي بيؤكد انه تم القبض عليه من ساعات صالح الطالب دي كانت الخضبة التي يرى المراقبون انها كانت سببا في القاء القبض عليه واعتقاله احتداروا الحقلات الغنائية الكوميديية والسينمائية وان زعموا انها ترفيهية فما هي الا مشاريع تغريبية بخطوات مدروسة تدريجية وضوابط تغريبية لا ضوابط شرعية البسوها اثوابا جذابة ومغرية وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاف ما هو الا عار وخزي ونذير شؤمن على البلاد حينما يقدم الشواج كفضوة للشباب ايها المترفون المترفهون انكم تنفقون اموال الناس على برامجكم التافهة بغير حق ولا فائدة تنفقونها ثم تكون عليكم حسرة ثم تغلبون نعم ستغلبون في معركة القيم والاخلاق سيغلبكم المجتمع الذي لا يزال ثابتا على دينه مهما تعثر اوضعه لم يقبل المجتمع ان يكون الترفيه مستوردا لأكثر ما في الثقافة العربية لابساده وتميع عقيدته وقيمه واخلاقه ستغلب برامجكم حلقات تحفظ قرآن الكريم التي تحارب لها ستغلبكم مآذننا السامقة التي تدوي الله اكبر الله اكبر كل يوم وليلة خمس مرات تتلامس اسماعنا وتسري في قلوبنا وتخالط ابشارنا وتوقظ ابناءنا وبناتنا الذين جاءوكم غفلة او استقلاعا ستغلبكم صلوات ابنائنا وبناتنا ودوي قرآنهم في المحارب والمساجد وأعماق القيوت والقلوب ستغلبكم ستغلبكم دعوات امهات العابدات وآبائهم القالتين الذين لا يفترون في سجودهم عن قول اللهم من اراد بنا وبابنائنا وبناتنا وديننا وبلادنا شررا فاشغلوا في نفسه واجعل تدبيره في تدبيره ايها الغيرون احذروا المترفين والمترفين الفاسقين ولا تخالطوهم ولا تدخلوا حفلاتهم ومجالسهم وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرط عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وان ما يوسيلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين بنا يفك اسره لا مجرم مجرم امام الحرم المكي صالح الطالب بيخاطب الغيورين على دينهم وعلى معتقداتهم واحنا طلقنا الغيرة وبنكره اللي يغير احنا هنبقى بحبيع او بقينا بحبيع وهم حميع في نفس الوقت تمانين الف حج تقريبا ايراني بيدخلوا المملكة العربية السعودية لموسم الحج والاعتراض من حقه في حين يتم منع السوريين واليمنيين والقطريين وكثير من المصريين انا وصحابي الله أكبر